بعد أن شهدت المناطق الجبلية في إقليم كردستان قصفاً متواصلاً لطائرات ومدفعية النظام التركي ما تسبب بوقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين من سكان تلك المناطق الريفية أعلن حزب العمال الكردستاني انسحاب جيش النظام التركي من مناطق في الإقليم ووفقاً لبيان صادر عن الحزب فأن انسحاب جيش النظام التركي من منطقة طابور العرب ليست بالمرة الأولى مشيراً إلى انسحابه السابقاً وفي شهر حزيران من العام الحالي انسحب أيضاً من منطقة متينة البيان أوضح أن سبب الرئيسي وراء انسحاب جيش النظام التركي يعود إلى العمليات العسكرية المكثفة لقوات حزب العمال الكردستاني في مناطق القتال بطريقة القيام بأنشطة يومية مختلفة ضد القواعد العسكري ونقاط التفتيش لجيش النظام التركي حزب العمال الكردستاني أشار في البيان إلى استخدام جيش النظام التركي أسلحة كيميائية 232 مرة خلال الأشهر الستة الماضية ويأتي ذلك في وقت تزايدت هجمات نظام التركي على إقليم كردستان وتصاعدت مع مخاوف المدنيين التي لم تستطح حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في تبديدها وسط غياب بأي ردة فعل حقيقي يلجم العدوان التركي على المنطقة ويحتفظ النظام التركي بعشرات القواعد العسكرية في إقليم كردستان فيما يسعى لإقامة المزيد منها وذلك لتوسيع نفوذه السياسي والأمني داخل العراق لإحداث تغيير يوافق مصالحه مستغلاً الانقسام السياسي والحالة الأمنية التي تمر بها البلاد ترجمة نانسي قنقر